قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته وعلومه وأمدنا بمدده طلبت الرفعة فوجدتها في التواضع وطلبت الرئاسة فوجدتها في العلم وطلبت الكرامة فوجدتها في التقوى وطلبت المروءة فوجدتها في الصدق وطلبت المصرة فوجدتها في الصبر وطلبت العبادة فوجدتها في الورع وطلبت الغنى فوجدته في القناعة وطلبت الشكر فوجدته في الرضا وطلبت الراحة فوجدتها في ترك الجهد وطلبت ترك الغيبة فوجدتها في الخلوة وطلبت الملك فوجدته في الزهد وطلبت الصاحبة فوجدته في العمل الصالح وطلبت العافية فوجدتها في الصمت وطلبت الأنس فوجدته في تلاوة القرآن وطلبت ثقل الميزان فوجدته في ذكر الله تعالى دائما وطلبت البر فوجدته في السخاء